السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنتحدث برضو ما زلنا في الشابط الخامس 5.9. هنتكلم عن الالكترونيجاتيفيتي وين ما وصلنا نهاية المحاضرة الماضية. الالكترونيجاتيفيتي هي الكهربية السالبة. يعني لو نجد الظرة عن الكهربية السالبة ستلاقي انه هي عبارة عن مقياس لقدرة جاذبية الظرة الى الالكترونيجات اتكافه في الرابطة. سنلاقي في العالم باولينج وضع قيم للالكترونيجاتيفيتي للعناصر الموجودة في الجدول الدولي واخد عليها النوبل برايز ان كيميستري. هذا العالم محدد قديش القيم لكل عنصر من العناصر زي ما هو واضح في الفيجر 5.11. ابريفياتد بيريو ديك تيابول شوينج باولينج الالكترونيجاتيفيتي فاليوز فور سيليكتيد لبرزنتيتف ايليمنس. اذا هو عمل لا لبرزنتيتف ايليمنس الان قديش القيم. القيم طبعا القيم اللي احنا متكلم عنها القيم الكهرو سالبية. الالكترونيجاتيفيتي. هنلاحظ انه مثلا في المجموعة الواحدة. انه الالكترونيجاتيفيتي بتقل من اعلى الى اسفل. يعني الهيليوم از اكزامبل. 2.1 في المجموعة الاولى. الليثيوم 1.0. الصوديوم 0.9. موتاسيوم 0.8. روبيديوم 0.8. اذا معنى ذلك انه اه في المجموعة لما نمنمشي من اه اعلى الى اسفل من التوب تو بوتوم بتزيد بتقل الالكترونيجاتيفيتي. العكس طبعا من البوتوم الى التوب بتزيد الالكترونيجاتيفيتي. اه ايضا تعال ناخد الدورة. الدورة. اشوف المجموعة مثلا الدورة الثانية. هنلاقي فيها الليثيوم البريليوم البورون الكاربون النيتره 我ونجك welche انه كل ما مشينا من الليفتوريت بزيد الكترونيجاتيفيتي. كل中共 مشينا من الليفتورييت بزيد الكترونيجاتيفي. تعالي نشوف هذا السبب في الليثيوم 1.0. البريليوم 1.5. البورون 2.0. الكاربون 2.5 نيتره 3.0. أكسجين 3.5. and the last one فلور 4.0 فلور فلور هو أكثر إليكترونيغاتي في بريدك تابل لأنه هو وقع في الكورنر هنا في نهاية في أقصى اليمين وفي أعلى المجموعة فمثلا هنا يجي للأيودين 2.5 لبرومين 2.8 كلورين 3.0 فلورين 4.0 إذن لما أنت تمشي من أسفل إلى أعلى بيزيد الإلكترونيغاتي ولما تمشي من بيزيد أيضا الإلكترونيغاتي إذن أعلى واحد في الإلكترونيغاتي هو الفلورين وهو 4.5 الآن لما أنت تجي تعمل بيزيد الإلكترونيغاتي وإذن لما أنت تجي تعمل بيزيد الإلكترونيغاتي بيزيد الإلكترونيغاتي طبعا هنقول والله تعالي نشوف الكلور و البروم البروم بيزيد تحت الكلور وبالتالي الكلور أعلى و الكلور حيكون الإلكترونيغاتي إيش أكبر من البروم تعالي نشوف الجدول هذا الكلام الصحيح نعم هاي الكلور وهي البروم البروم 2.8 الكلور أكبر منه 3.3.0 نعمل مقارنة بين الكاربون وبين الأكسجين نتوقع أن الأكسجين في موردرايت أبعد في تجاه اليمين هنلاقي الكاربون أقرب الكاربون يعني مين سيكون منه أكبر في الإلكترونيغاتي الأكسجين أكبر من الكاربون هذا أشور تعالي نشوف الجدول اللي عمله القيم اللي عملها باولي الكاربون 2.5 الأكسجين 3.5 لأنه يعني في هذا الاتجاه بزيد الإلكترونيغاتي طب الليثيوم والبوتاسيوم بالتأكد الليثيوم هنكون أكبر لأنه الليثيوم زي ما أنت شايف في القمة البوتاسيوم أقل منه في القاع تقريبا إذن الليثيوم 1.0 البوتاسيوم 0.8 ألمنيوم والنيتروجين تعالي نشوف الألمنيوم والنيتروجين مين سيكون في الإلكترونيغاتي أعلى طبعا الألمنيوم لاحظ أنه الألمنيوم جاي في الدورة الثانية النيتروجين جاي في الدورة الثالث عفوا النيتروجين جاي في الدورة الثانية إذن الدورة الثانية اللي هو أعلى منها في الدورة الثالثة حيكون إذن النيتروجين شايف 3.0 1.5 وعلى هذا قص كل شيء الآن هو حدد لك مجموعات المجموعة باللون الأزرق باللون الأخضر الباهت واللون الوردي يعني لاحظ أنه كل مجموعة المجموعة الأولى تتراوح ما بين 0.8 إلى 1.9 الثاني اللون الثاني تتراوح ما بين 2.0 و2.3 الثالثة 2.4 إلى 4.0 تعال نشوف الآن البونت بولاريتي اللي هو قطبية الرابطة يعني هذا الرابطة قطبية أو غير قطبية إذن تنقسم الروابط إلى نوعين بتنقسم إلى بولار كوفيلنتrio. ونتقسم الى broadband. لما أقول nonare views nane bulleur equivalent Craft. ما بقصد ilanived madre ponte? apovalent good-なんです! التساهمية غير المستقطبة التساهمية غير المستقطبة وتعريف فيها بيذه بمعنى إنه إز إكوفيرانت بونت إن ويتش دير إز إيكول شيرين أوف إلكترونز بتوين تو أتمز يعني بقول إنه هي عبارة عن الرابطة التساهمية اللي فيها بكون في تساوي ما بين الإلكترونيات التكافؤ بين إيش الضرتين يعني واقعة في النص ما بين الضرتين بتكون إذن الجاذبية على الاثنين بتكون متساوية الجاذبية على الاثنين بتكون متساوية بنفس القدر إذن هذه رابطة إيش بنسميها رابطة غير مستقطبة يعني بمعنى إنه إلكترونيات الرابطة لا تميل إلى أحد الضرتين إنما تقع فيه منتصف الضرتين والتالي اللي بتكون إيش هذه المستقطبة أما الروابطة التساهمية المستقطبة إذن الروابطة هنا بتكون إليكترونيات الروابط بتكون يعني بش متساوية ما بين إيش الضرتين إذن الروابطين هذا المثال طبعا هنضربه فيه الهيدروجين موليكول والهتش سيل في الهيدروجين موليكول هنلاحظ أنه مثلا فيه الشكل هنا هنلاحظ أنه الشكل العامل شكل بيضاوي منتظم لماذا؟ لماذا؟ وكأن السحابة الإلكترونية واقع تماما ما بين الضرتين هيدروجين و الضرتين هيدروجين متكافئتين وبالتالي هذا الروابط اللي ما بينهم تكون نان كوفيلانت عفوكم نان بولر كوفيلانت تعالي نشوف الهتش سيل الشكل بيضاوي هنا شكل بيضاوي غير منتظم هنلاحظ أنه الهيدروجين هنا والكلور الأكثر كهروسابية هو الكلور عشان هيك السحابة الإلكترونية موجودة حول الكلور أكبر منها حول النيتروجين أي أنه الرابطة الإلكترونية الرابطة بتكون منجدبة تجاه الكلور أكبر منها تجاه الهيدروجين أكبر منها تجاه الهيدروجين هذا الأمر بخلينا أن نقول لما تكون الرابطة مستقطبة معناها حيتكون شحنتين جزئيئتين شحنة جزئية موجبة على أحدهما وشحنة جزئية سالبة على الآخر مثلا الـ HCL هنلاقي الـ H عليه شحنة جزئية سالبة بارشيال بوسيتو تشارج وعلى الكلور اللي هو بارشيال نيجاتيب تشارج يعني شحنة جزئية موجبة هنا وشحنة جزئية سالبة هنا وحننزلها بالرمز دلتا نيجاتيب على الكلور ودلتا بوسيتف على الهيدروجين هذا الكلام طبعا هاي واضح عندي هنا في الرسمة هذا جوز لـ HCL هاي الرابط الـ Covenant ما بين الـ H وما بين الـ CL الـ CL طبعا حواليه اللي هو 6 إلكترونيات غير مشاركة يعني كهرة سالبية تاعته عالية جدا ما في حين انه الهيدروجين فش عليه إلكترونيات إذن الهيدروجين حتتكون عليه شحنة جزئية موجبة مثل دلتا بوسيتف اتشارج والهيدرول والكلور حتتكون عليه بارش او دلتا نيجاتيب اتشارج طبعا حيكون هناك فيه اتجاه للشحنة حيكون فيه اتجاه للشحنة احنا بنعبر عنه ارو يعني مثلا حتلاحظ يعني هذا السهم وفي نهاية السهم موجود في ارو او موجود في يعني الخط الصريبي هذا الموجود اللحظ مثلا هنا انه اتجاه السهم رأس السهم نحو الذرة الاكثر كهرو السالبي نحو الذرة ايش الاكثر كهرو السالبي زي ما انت شايف اذا احنا بنحط السهم في الاتجاه اللي بتكون المور الكترو نيجاتيب المور الكترو نيجاتيب اللي هي الاستقطابية الرابطة بنقول مقياس لدرجة الاختلاف في الالكترونات المشاركة بين الضرتين الموجودين في الرابطة الكيميائية اذا في اختلاف ما فيش فيه تساوي اذا هانا هنتلاحظ انه حيكون عندي يعني في البونت بولاريتي مثلا هناخد في للمجموعة من المفاهيم اللي هنتكلم عليها عشان نعرف انه هل هذه الرابطة مستقطبة او هذه الرابطة غير مستقطبة او هذه الرابطة ايونية يعني بالمعنى في المفاهيم هذي هنفهم هل هذي كوفيرانت رابطة كوفيرانت ولا رابطة ايونية او اذا كان رابطة كوفيرانت هل هتكون يا ترى رابطة بولر ولا نان بولر القواعد الموجودة عندي هي هتحدد الي اللي هو هذا المفاهيم اذا بداية هنقول وش ريليتد تو الكترونيكتيف ديفرانس ديفرانس بتوين بونز اتوم يعني اول شي البونز دات انفول اتومز بونز بونز اتومز بونز اتومز بونز اتومز بونز اتومز رابطة اللي بتكون موجودة في الهيان الدرات بتكون الدرتين سميلر اتومز تقريبا بنقول عنها نان بولر كوفيرانت بونز نان بولر كوفيرانت بونز نيجي طبعا نشوف هذا الكلام لو حسب قاعدة باولي اللي بتكون الدفرانس بينهم يعني بين ذرة وذرة اخرى الالكترونيكتيف اذا كانت 0.4 or لس معنى ذلك بتكون نان بولر بتكون على طول بتكون نان بولر اذا هذا اول قاعدة اذا القاعدة الاولى بتقول اذا كان الفرق في الالكترونيكتيف بين الدرتين 0.4 or لس بنعتبر هذه الرابطة نان بولر كوفيرانت بونز رابطة تساهمية غير مستقطبة رابطة تساهمية ايش غير مستقطبة هذا الكلام بحصل بين ايدنتيكال اتومز يعني مثلا بين هايدروجين هايدروجين بين فلور فلور بين كلور كلور بين نيتروجين نيتروجين وهكذا بتكون هادي الروابط ايش غير مستقطبة وبعدين كمان البونز بونز 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 with an electronegativity there is greater than 0.4 but less than 1.5 are called puller covalent points إذن لو كانت electronegativity بين ضرتين أعلى من 0.4 وبين 0.4 وبين 1.5 إذن سنسمي هذه الرابطة puller covalent points يعني رابطة تساهمية مستقطبة رابطة تساهمية مستقطبة إذن يعرفنا إنه لو زادت electronegativity ما بين الضرتين أكثر من 4 إلى 1.5 معناها هذه رابطة على طول puller covalent points القاعدة الثالثة بتقول إنه البون with electronegativity ودآن electronegativity differences greater than 2 لو كان ما بين الضرتين electronegativity أعلى من 2 هذا على طول أقول عنها آيونيك مباشرة خلاص إذن هذه آيونيك مونت ما فيش فيها جدال طب الآن إحنا ضل عندنا في مسافة إحنا ما تكلمناش عليها الشي ما بين الواحد ونص إلى الاثنين ما جبناش سلتها طب يا ترى لو كانت الفرق في electronegativity بين الضرتين واحد ونص إلى الرابع إذا البونت with an electronegativity between 1.5 و 2.0 are considered آيونيك بتكون آيونيية طب ما تت بتكون آيونيية بتكون آيونيك طب بس على طول آيونيك لا بتكون آيونيك بشرط إنه تكون الرابطة ما بين العنصرين مثل ونن مثل تمام إذا ما تكون آيونيك طب متى بتكون بولار كوفيرانت بتكون بولار لو إنه الفرق بينهم من واحد ونص إلى اتنين في حالة ما تكون الرابطة بين two نن مثل بين two نن مثل إذا كانت الفرق بينهم واحد ونص إلى اتنين بس العنصرين المتحدين واحد فيهم نن مثل والتاني أيضا نن مثل يعني الاثنين نن مثل معناه إنه الرابطة هتكون بولار كوفيرانت بولار كوفيرانت في 1.5 إلى 2.0 رانج الالكترون نغاتي نغاتي بعض المتحدة تحديث تحديث مع المتحدة 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 يساعد في تحديث مع هذه المتحدة المتحدة طيب هذا موجود في سكتشن 4.1 إلى 5.1 طيب نيجي نشوف الكلام هذا نطبقه على بعض المركبات هذا بقول لي consider the following compound شو اعتبر إنه في عندك المركبات الموجودة قدامك نيتروجين مع الكلور والكالسيم مع الفلور والكاربون مع الاكسوجين والفوروم مع الهايدروجين والنيتروجين مع الاكسوجين الآن أول سؤال بقول لي rank the bonds in order of increasing polarity يعني رتب حسب الزيادة في الاستقطاب إذا كنت ترتب ترتيبا تصاعديا حسب ايش for in order of increasing polarity المطلوب الثاني بقول determine the direction of polarity for each bond بدك تحط الأسهم وتبين اتجاه الاستقطاب يوين السي بدك تصنف كلاسف each bond as non polar covalent polar covalent or ionic بدك تصنف هل هذا non polar أو polar أو ionic بدنا نشوف نجي ان نشوف كيف ممكن نحل هذا السؤال أول شي قبل ما نبدأ بدنا نعرف ان هو الفرق بين كل عنصرين موجودين عندنا يعني مثلا لو جيت للنيتروجين حتلاقي حسب باولي الالكترونيكديفل تتعته 3.0 والكلور 3.0 اذا الفرق بينهم 0.0 تمام طب الكالسيوم والفلور الكالسيوم واحد والفلور طبعا أعلى شيء 4 اذا الفرق بينهم 3.0 نيجي للكاربون والأكسوجين طبعا الأكسوجين عالي 3.5 الكاربون أقل منه 2.5 لانه قبله نيجي للبورون والهيدروجين البورون قديش هيكون الهيدروجين هيكون 2.1 والبورون هيكون 2.0 اذا بساوي 0.1 النيتروجين والأكسوجين الأكسوجين طبعا أعلى من النيتروجين النيتروجين 3.5 والنيتروجين 3.0 اذا الفرق بينهم 0.0 اذا حسب القيم الموجودة عندنا هنا حنيجي الرتب رانك حنيعمل الرانك في الترتيب التصاعد طبعا هذا حيجي أول واحد ليه لأنه 0.0 اللي بعده حيجي البي اتش الفرق بينهم 0.1 اللي بعده حيجي ان او الفرق بينهم 0.5 اللي بعده حيجي سي كاربون كاربون اكسوجين لأن الفرق بينهم 1.0 اخر واحد حيجي الكالسيوم الفلور الفرق بينهم 3.0 اذا نحن الان رتبناهم ترتيبا تصاعديا من الاقل في الالكترون المطلوب الثاني نعمل الان هذا 0.0 اذا لا استقطاب والذلك لا لدينا الاستقطاب لأنه لا استقطاب اعلى من البورون اذا سي اضطينا الاكسوجين الاكسوجين اعلى اذا سي اتجاه الاكسوجين الكاربون اكسوجين الاكسوجين اعلى من الكاربون اذا الساهم في اتجاه الاكسوجين واخيرا الكالسيوم اكس هيدروجي فلور اذا الساهم سيكون في اتجاه الفلور لأن الفلور اعلى في الالكترو نيجا الثالث سنجي نعمل تصنيف للمجموعة كلها نشوف من بولر كوفيلانت واند ونن بولر كوفيلانت واند وايونيك طبعا من القيم اللي انت شفتا هنا القيم الاولى الاول واحد مثلا كان 0.0 الفرق بينهم اذا هذا سيكون شور ل نان بولر كوفيلانت بونت طبعا الثاني اجل من 0.4 اذا هذا برضو سيكون نان بولر كوفيلانت بونت طبعا الثالث سيكون يعني فوق 0.4 اذا هو 0.5 ويعني ما وصلش ال 1.5 اذا هذا حيكون وهان حيكون ايضا بولر كوفيلانت هذة 3 احنا اعلى من اتنين حيكون ايونيك اذا هذا اشهر لحيكون ايونيك نجي نتطلع فعلا هذا البولر كوفيلانت منط الاتنين هذول الاتنين احنا التكلم عليها والان يونيك اللي هو الوحيد الكالسيوم ولفلور لانه هذا طبعا موجود في المجموعة الثانية وهذا مجموعة في المجموعة السابعة وشور لازم انت تكون تفهم انه الفرق كبير جدا بينهم وبالتالي حتكون هذه الروابط ايوني طبعا انت لو جيت للسؤال الثاني عشان بس نثري المعلومة بشكل ادق وافضل برضو عندي مجموعة من المركبات والروابط اللي بينهم وقل لي برضو رانك يعني رتب والثالثة نفس السؤال اللي قبله لما احنا اجينا نرتبهم وجدنا انه الهيدروجين هيدروجين طبعا الفرق بينهم صفر لان الاثنين هم نفس الدراء ومتشبهين اذا حيكون الفرق الالكترونيغاتيف بينهم صفر اذا هان حيكون ايش اقل واحد اللي اعلى منه حييجي النيتروجين كسلفر بعدين الاف سي الاف عالي جدا الكلور هيجي طبعا تحتيه البوتاسيوم في المجموعة الاولى والكلور في المجموعة السابعة الصوديم في المجموعة الاولى والفلور في المجموعة السابعة إذن تلقائيا هنكون فهمين جدا أنه الأولان سيكون مالوش اتجاه فقالص الثاني طمين أعلى النيتروجين عشان هكذا السهم كان باتجاه النيتروجين لأن النيتروجين أعلى وانا بحط رس السهم في الأعلى وبعدين ما بين ما بين الكلور برضو سيكون نفس العملية والبوتاسيوم والكلور حيكون الكلور اعلى من البوتاسيوم هنا الصوديوم والفلور حيكون الفلور اعلى وبالتالي حنحط السهم وفقا للمور إلكترو نيجيفتي اذا المطلوب الثالث حنيجي نشوف الاولان حيكون التاني الان والاس والف والس لانه الاثنين هذول لا في الازات لا في الازات وبعدين هم اجراء من بعض يعني هذا تلاتة وهذا اربعة اذا الفرق بينهم واحد مدام الفرق بينهم واحد اذا حيكون هذا بالتأكيد بولر كوفيرانت بونت بولر كوفيرانت بونت لما نيجي لها البوتاسيوم والكلور البوتاسيوم 0.8 والكلور 3 حيكون الفرق بينهم اكبر من اثنين اذا هذا ايونيك والسوديوم واحد مثلا والبوينت ناين والفلور اللي حيكون اربعة اذا الفرق اكبر من اثنين اذا حتكون برضو هذا الرابط ايوني الملقرار بولاريتي الان احنا هنا كنا بنجيب ما بين عنصرين بس لكن الان بدنا نشوف البولارية او الاستقطابية في الجزء نفسه اذا كان عندي جزء اذا شوف الاستقطابية في هذا الجزء نفسه اذا المولاريتي الملقرار المولاريتي اللي هي الالكترونات الرابطة ما بين الالكترونات الرابطة داخل الجزء نفسه داخل الجزء نفسه طب حنشوف هذا الكلام وين تعال نشوف برضو الجزئات كمان بولار بولار موليكل وهذا البولار أو فيه نان بولار موليكل فيه اذا你是 yang بولار موليكل وفيه عنده نان بولار موليكل فيه عندي جزئات مستقطبة وجزئات غير مستقطبة طب الجزء المستقطب مين هو اذا الجزء المستقطب هو عبارة عن الجزء اللي فيه عملية الانتشار غير متجانسة لالكترونات الرابطة او للشحنات الالكترونية الموجودة داخل الجزء اما بالنسبة للنن بولر موليكل انه هو الموليكل اللي فيه التوزيع المتجانس للشحنة الالكترونية توزيع المتجانس للشحنة الالكترونية هذا الكام كله هنفهم بالتأكيد الان لما نحن نجي نطبق على الامتلة اذا ميقول اتراكشن فور بوندينج الكترونز ان دا سيم ان اول بارت اوف ان ان بولر موليكل موليكلر بولاريتي ديبينز اون تو فاكتورز يعني الاستقطابية تعت الجزء بتعتمد على اتنين من العوامل العامل الاول البحدد البولارية هادي للرابطة البوند بولاريتيز اذا هل هي الرابطة نفسها مستقطبة اولوش مستقطبة الشيء الثاني اللي هو الموليكلر جيومتري الشكل الفراغي بتاعه اذا هذول البندين او هذول العاملين هم اللي بيحددوا انه يكون البولارية بتاعت الجزء يعني هل هذا الجزء مستقطب او غير مستقطب اللي بيحددنا هذا الكلام اللي هو تو فاكتورز الفاكتوري الاول يكون البوند بولاريتيز اللي هي استقطابية الرابطة والشيء الثاني اللي هو الموليكلر جيومتري اللي هو الشكل الهندسي للجزء الشكل الهندسي للجزء هذا الكلام طبعا حيبين لنا بشكل واضح انه احنا نعرف انه هالجزء هذا نان بولر ولا هذا الجزء بولر مثلا نأخذ مثال على ذلك اللي هو الكاربون دايوكسايد انا طبعا احنا قبل هيك عرفنا انه هو لينير جزء اتش تو او انجولر الجزء سي ان لينير طيب هنا بقول لي ايه يعني اطلع على الجزء الثاني كياربون كاربون دايوكسايد الكاربون دايوكسايد هذا الجزء لينير تمام هاي اول نقطة اذا هذا الشكل الجيومتري هذا هو الجيومتري اللي احنا تكلمنا عليه اذا قلنا ايهش موليكلر جيومتري اذا هذا الشكل ما له لينير طيب البند الثاني البوند بولاريتيز اللي هي استقطابية الرابطة استقطابية الرابطة حتكون وين وين الاكتر الالكترونيغاتي الاكسوجين اكبر من الكاربون والاكسوجين هنا اكبر من الكاربون اذا الاسهم حتكون في اتجاه من الاكسوجين اذا الان عملية سحب الالكترونيغاتي في اتجاه الاكسوجين من الكاربون في اتجاه الاكسوجين ومن الكاربون في اتجاه الاكسوجين الثانية اذا السهمين حيكونوا في اتجاهين متعاكسين ومتساويين وهو لينير إذن هذا الشكل سيكون طبعا هو كوفيرانت لا شكل كوفيرانت زي ما أنت شايف لكن سيكون هل بولر ولا نن بولر بالتأكيد سيكون نن بولر نن بولر إذن هذا نن بولر كومباونت ليه؟ لأنه الاستقطابية تحته أجد في اتجاهه المتعاكسين وهو لينير إذن معنى ذلك القوتين ألغوا بعضهم من بعض إذن القوة إذن المحصلة النهائية أنه يكون الجزء نن بولر كومباونت نيجي إذن إذا كان لينير هاي أحد القواعد إذا كان لينير وبتكون القوة في اتجاهه المتعاكسين معناه سيكون هذا الجزء نن بولر كومباونت طيب نيجي للأنجولر المثل عليهم اللي هو جزء الووتر الأنجولر تعال نشوف كمان الأنجولر الأكسوجين والهيدروجين الآن الشكل الفراغي اللي هو أنجولر هاي الشكل الفراغي إذن الجيومتري حددنا طيب يجي أحدد للهول الاستقافية الح receives Leave والبونض دولاريتس موجودة في التجاه من الأكسوجين لأن الأكسوجين أعلى في الالكتروناء من الهيدروجين الهيدروجين 2.1 الأكسوجين 3.5 إذن الهيدروجين أعلى من الهيدروجين إذن معنى ذلك أنه الجاذبية هتكون في التجاه الأكسوجين إذن الآن نتجمعهji واحد هؤلاء warranty بولر. إذن هذا بولر. لازم يكون لهذا الجزء بولر. إذن هذا الجزء أنجولر هو جزء بولر. عشان هيك ممكن أكتب على الهيدروجين بارش البوستف وتشارج. بارش البوستف وتشارج. وأكتب على الهيدروجين بارش البوستف وبارش البوستف. وأكتب على الأكسوجين بارش نيكتف تشارج. إذن عليهم شحنتين موجبة وسالبة. إذن هذا الجزء سيكون بالتأكيد مستقطب. طب نيجي إلى الجزء الجزء HCN لما نحن رسمناه حسب لوسي ستركشور رسمناه بهذه الطريقة طيب إحنا لما نأتي نطلع عليه بالظبط الآن هذا الشكل لينير طيب بس هذا لينير إنه عملية الاستقطابية بتكون في اتجاه النيتروجين من الكاربون للنيتروجين وأيضا الاستقطابية تكون في اتجاه الكاربون من الهيدروجين للكاربون في اتجاه الكاربون إذن الآن الاستقطابية مشت في اتجاه واحد إذن الاستقطابية الآن مش مختلفة في اتجاه واحد إذن هذا الجزء لازم يكون مستقطب إذن هذا الجزء الهيدروجين سينايد جزء مستقطب مع إنه لينير إذن إحنا أخذنا جزئين لينير الجزء هذا لينير ولكن غير مستقطب والجزء هذا لينير ومستقطب ليش لأنه هنا القوتين في اتجاهين متعكسين وهنا القوتين في نفس الاتجاه نأخذ أمثلة أخرى برضو مثلا هاي خلينا نأخذ predict the polarity of each of the following molecules برضو بدأ قيس البولاريتي والآن طبعا عندنا الأشكال يعني مختلفة في منها triagonal piramidal وفي منها angular وفي منها tetrahydral وفي منها linear وإحنا الآن بنا نشوف كل جزئ من هذه الجزئات هل هيكون هو المستقطب أو غير مستقطب طبعا نيجي للجزئ الأول اللي هو bf3 bf3 تعال نشوفه حسب طبعا هو هنا مرسوم بتاعه وإحنا بنا نشوف هل هو مستقطب أو غير مستقطب هنلاحظ أنه الفوسفور والفلور طبعا أكتر في الإلكترونيجة لأنه إحنا قلنا أن الفلور هو بيكون 4.0 يعني أكتر شيء إذن البولارية هنا في الفلور أعلى من البولارية في الفوسفورس إذن الجاذبية إذن اتجاه السامة ستكون في اتجاه الف طيب هل هذا البولر ولا نن بولر بالتأقيد هو البولر لأنه كل قوة الاستقطاب في اتجاه الفلور في اتجاه الفلور والشكل الفراغي بتاعه اللي هو البايراميدل اللي هو تريغون البايراميدل الشكل الفراغي بتاعه إذن النت بولاريتي توردز فلورين النت النتيجة النهائية أنه يكون هذا مستقطب تجاه الفلورين مستقطب في اتجاه الفلورين نيجي للجزء الثاني اللي هو عبارة عن الاس سي ال طبعا الاس سي ال زي ما انت شايف الاس سي ال الاستقطابية حتكون في اتجاه الكلور لأن الكلور أعلى في الاستقطابية من السلفر وبالتالي حتكون استقطابية في اتجاه الكلور والشكل التاعه زي ما انت شايف الو شكل انجولر شكل ايش انجولر طبعا هنا حيكون فيه اثنين من الانبوندنج الالكترونز الانبوندنج الالكترونز اذا الشكل حيكون هذا مارو ورضو نت بولاريتي توردز اكلورين اذا ما حيكون مستقطب في اتجاه الامين نيكلورين اللي هو هذا اس وهذا طبعا ستكون اس بشبيه الانجول المثالي ثالث او سي سيكون تيترا برومايد هنشوف السيكون هو ذرة مركزية وحوالي اربعة من البرومين البرومين طبعا الشكل هذا التيترا هيدرل تيترا هيدرل تيترا هيدرل معناه انه اربعة في اتجاهات مع تعاكسة الان حيكون من اعلى في الالكتروني طبعا البي ار اللي هو في المجموعة السابعة اعلى من السيليكونو اللي هو مجموعة الرابعة اذا الاستقطابية هتكون في اتجاه البي ار التستقبلية هتكون في اتجاه البي ار اذا هنا هتكون في اتجاه البي ار وهنا هتكون في اتجاه البي ار وهنا في اتجاه البي ار وهنا في اتجاه البي ار طبعا هادا النقطة لازم ان تحولها اللي هي في اتجاه البي ار لانه مدام كل قوتين الان متعاكستين كل قوتين متعاكستين سيليكون بروم متعاكس مع السيليكون بروم اللي هنا والتنين أيضا متعاكسين مع بعض إذن النتيجة النهائية حتكون صفر إذن هذا الجزء حتكون نونت بولاريتي يعني البولاريتي تاعته مش موجودة إذا هل هذا يكون نان بولار حتكون الجزء هذا نان بولار إذن هاو الجزء يطلع عنده ياش نان بولار تعالي نشوف الجزء اللي بعده طبعا الجزء بعده زي ما أنت شايف انه بكون من اربع اه ضرات الشكل هذا طبعا لينير زي ما احنا رسمناها قبل هيكل شكل لينير الان الاستقطابية بتتم في اتجاه الطبعا انت عارف انه مين اعلى الكرور اعلى من الكاربون في الاستقطابية انا هذا التلاتة وهذا اقل من هيكل اذا الاستقطابية بتكون في اتجاه المتعاكسين يعني هذا الحل سيكون في الاتجاه المتعاكس يعني هنا نغير عندك سيكون هذا في الاتجاه المتعاكس يعني الاستقطابيةegeة التجاه الكلور وهنا الاستقطابية التجاه الكلور والتجاهين متعاكسين ومتسويين اذا حتكون النتيجة non poorer compound.あذا نونت بولاريتي. نونت ايش? بولاريتي. وهذا المثال نفس الشيء. طبعا نيجي اخيرا الى انه 5.12. نامينج بايناري موليكلار كومباونز. اذا احنا الان حان نيجي عنه نعمل عملية تسمية اللي هو اه المركبات الجزائية. المركبات ايش? الجزائية الثنائية. اه هقول البايناري موليكلار كومباونز. موليكلار كومباونز. موليكلار كومباونز. يعني موجود في اه هانا مركبات. هذي المركبات هتكون مركبات جزائية. اه بتحتوي فقط على عنصرين. تحتوي فقط على ايش? two non metal elements. no non metal elements. اذا هذا سميته اه بايناري موليكلار كومباونز. لانه الروابط الموجودة بينهم هي روابط كوفينات. الروابط الموجودة بينهم هي روابط ايش? كوفينات. كيف حنسمي هذا الكلام? اه طبعا هنا بقولك here. that is the basic rule to use when constructing the name of binary molecular compound. the full name of the non metal. اذا النان متل هيكون ايش? full name. يعني حنسميه كما هو. of lower electronegativity. اللي هو بكون اجل في الالكترونيجاتيفتي. وهذا حيكون في الفيرست. يعني ححطه في البداية. fulled يعني اتبعه بسبريتد وورد يعني اتبعه بكلمة مفصولة عن الكلمة الاولى. والستيم بتاعها بالالكترونيجاتيفتي. وبحط له الصفيكس اي دي اي. اي دي اي. المؤخرة بتاعته. احطها اي دي اي. مع اعتبار لنيوميريكل. يعني العدد. العدد بتاع كل ذرة. لازم يكون عندي اللي هو العدد بتاعها. giving number of atoms. قديش عدد الظرات الموجودة. واجي ايش اه اه اسميها. of both metals. هذا الكلام طبعا يعني اه يكون واضح جدا في المثال تاع النيتروجين. النيتروجين اه بتحد بالاكسوجين في مجموعة من المركبات. مثلا نخد. n o. n o 2. n 2 o. n 2 o. n 2 o 3. n 2 o 4. n 2 o 5. طبعا اه المركبات الايونية كنا بنسميها على طول بدون انه احنا من اتعرض للارقام اللي موجودة هنا. اذا هذه الارقام اللي احنا بنقول عنها. النيوميريكل بريفكسز. هذه هي الارقام اللي بنسميها النيوميريكل بريفكسز. بدنا نشوف كيف احنا اه نتعامل معها في التسمية. اه طبعا بقولك هنا ده كنباونز. n 2 o. n 2 o 3. n 2 o 4. are named. يعني احنا بنسميها كالتالي. بنسمي هذا المركب. n 2 o. اسمه هذا كم نيتروجين في عندي اتنين. الاسم الاول طبعا هذا الاقل الاكترونيجاديفتي زي ما قلنا. وهذا اعلى الاكترونيجاديفتي. هذا حيكون اسمه كامل. حنكتب اسمه كامل. هذا حنكتب اسمه الروت تاعه. الاسم الاساسي بتاعه. وحنضيف له اي دي اي. يعني الاسطين بتاعه. وحنضيف له اي اصل الاسم يعني. وحنضيف له اي دي اي. يعني حنشوف ايش حنسميه. حنسمي هذا نيترجن زي ما هو. اتنين هذول حسميه ضاي. لانه الواحد مونو. الاثنين ضاي. التلاتة تراي. الاربعة تترة. الخمسة بنتة. الستة هيكسة. السبعة هيبتة. وهكذا. اذا هنا في اتنين. اذا عشان أسميه حقول داي نيتروجين مونوكسايد إذن كم نيتروجين فيه اثنين إذن حسميه داي نيتروجين ونيتروجين كتبت الاسم زي ما هو يعني ما خسترت نيتروجين هو نيتروجين وبعدين أقول هنا كم اكسجين عندي اثنين إذن مونوكسايد اكسجين واحد إذن مونوكسايد مونوكسايد وحادي الأكسجين إذن داي نيتروجين مونوكسايد نيجي للثاني اللي هنا برضو هذا سيكون ضاي نيتروجن ٣اكسايد. لانه الوكسوجن 3. بلانه هيكون ٣اكسايد. ضأ نيتروجن ٣اكسايد ٣اكسايد. نجدل اللي بعده. اللي هنا. نوت ٤. إذا نوت ٣اكسايد. لانه ٤. الغية دي نيتروجن ٣اكسايد. اذا اربعة ٣اكسايد. اذا ما هقول تيترا ليش? لانه الحرفين علة وما بيلتقوش مع بعض. اذا لازم احدف حرف منهم من حروف العلة. باحدف الحرف اللي هو في نهاية التترا. فيروح ال ايه واضل ليش الاكسايد. لانه بيعبر عن الاكسوجين. اذا هقول دينيتروجين تيتروكسايد. دينيتروجين تيتروكسايد. وهي كده انا بسمي المراكبات. اذا هاده من مراكبات التساهمية. اخدت في الاعتبار اللي هو اللي هو اللي بالفكسيز. وبعدين باتبع الاسم اللي هو في النهاية. دايما باتبعه ب اي دي اي. حنشوف مراكبات اخرى مثلا. ما بتخضعش القاعدة. زي مثلا المراكبات المثلا هنا مثلا اقول. هيدروجين سالفايد. هيدروجين سالفايد. ليش? لانه هذا موجود في هيدروجين. هيدروجين لا يأخذ داي هيدروجين. وبالتالي اقول هيدروجين سالفايد. اذا لا تنطبق عليه القاعدة. بالرغم انه هذا مراكب ايضا يعني تساهمي. لكن ما اسمهوش. لانه في الهيدروجين. اذا هذا في الاسماء. اذا دستا كومباونز. اش تو اس. اند اش سي ال ار. هيدروجين سالفايد. اند هيدروجين اكلورايد. اذا سميته هيدروجين سالفايد. وسميته هيدروجين اكلورايد. بدون اني انا ما اقول مونو. وبقول ما اقول ضاي. في اسماء اخرى لها اسم ثابت معروف يعني العالم كله متعارف عليه. اسمه فيمس. مشهور. خلاص. اسماء مشهورة. متعارف عليها. هذه الاسماء زي المي. الووتر. ما جيش اقول ضاي هيدروجين اوكسايد. هذا غلط. او هيدروجين اوكسايد. هذا غلط. اذا لازم اقول هو ووتر. هو ووتر. ما فيش. يعني ما ما تجيش يعني ايه. اه تقول هيدروجين اوكسايد. هذا ما ينفعش الكلام هذا. ما ينفعش. اذا حقول عنه ووتر. اه تعال ناخد اه طبعا اه ان اتش تري. هقول عنه اه امونيا. ما اقولش عنه اه اه تراي هيدروجين اه نيترايد مثلا. لا ابدا. يعني تعال طبعا هنا الجدول هذا بعلمك. انه اله النامبرز العدد. المونو والضاي والليتراي والتيترا والبنتة والهيكسة والهيبتة والاكتا والنونة. والديكا يعني اخذها من واحد لعشرة. في هذه الحالة تعال نشوف المركبات الكمباوند فورميولا. ونشوف الاكسيبتة كومون نيم. يعني الفورميولا تاعته مثلا ايه هيدروجين بيروكسايد. ما قلت ليش هيدروجين دايوكسايد. داي هيدروجين دايوكسايد. لا ما قلتش هذا الكلام. اذا ما سميته اسمه هيدروجين بيروكسايد. خلص هذا اسم ثابت. النيترشدري. ما سميتوش نيتروجين دايوهايد. لا سميته امونيا. الانتو هيدرازين. ما قلتش عنه كاربون تيترا هيدرايد. لا قلت عنه ميثان. لما اجل هذا ايثان. فوسفين. اه ارزين. اذا هادي ايش. اه اسماء اه اه فيماس. اللي هي اسماء مشهورة. واحنا لازم ناخدها كما هي. الان بيقول لي اسمي نيم دا فولونج بايناري كومباونز. سمي هذه البايناري موليكلار كومباونز. يعني مركبات تساهمية. مكونة من عنصرين. مكونة من عنصرين. تعال نشوف اللي هو العنصر الاول والعنصر الثاني. طبعا نلاقي العنصر الاول هو اقل الاكترونيكاتفيته. التاني اعلى في الاكترونيكاتفتي. وهذا ينطبق على جميع المركبات الموجودة عندي. لازم نشوف اول واحد نسميه. هسميه داي سالفر. هاي اتنين. داي سالفر. وهنا فيه اتنين داي كلورايد. داي سالفر داي كلورايد. اذا اسمه داي سالفر دايكلورايد تمام خلصنا منه إذن هذا اسمه دايسالفر دايكلورايد نأتي للثاني نشوف إيش اسمه فيه كاربون وفيه كبريت إذن حسمي الكاربون في الاسم الأول كاربون والثاني حسميه دايسالفايد إذن كاربون دايسالفايد كاربون دايسالفايد طبعا ما حطش مونو لأنه هذا يعني أمت أمت داينيشيال بريفيكسيز مونو ما حطش كلمة إيش مونو نأتي للهيان أقول هانا بي فور الفور معناه تيترا فوسفوراس إذن هنا تيترا فوسفوراس رباع الفوسفوراس إذن تيترا فوسفوراس والعشرة ديكا 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 وسميه دوكسايد دوكسايد لأنه حدفنا حرف الأي لأنه أجل حرف علا مع الأو وتاعت الأوكسايد فحدفنا الأي وصار تيترا فوسفوراس دوكسايد تيترا تيترا فوسفوراس ديكا دوكسايد برضو اللي هنا برضو أمدد لا ما أقولش مونو أقول كاربون تيترا برومايد كاربون لبروم أربع تيترا برومايد إذن حيسميه كاربون تيترا برومايد والكلام هذا طبعا ستشوف النيمينج هنا نفس العملية فوسفوراس إتراي فلورايد سالفر دايوكسايد تيترا فوسفوراس ديكا صالفايد طبعا هنا ديكا صالفايد لماذا نضع ديكا لأنه ديكا الأي في ديكا حرف الأي بيأتي بعده الاس وواحد منهم حرف علا والتان بيش حرف علا إذن أثبتنا إلي ديكا ديكا صالفايد وآخر واحد اللي هو داي نيتروجين تيتروكسايد داي نيتروجين تيتروكسايد وبهيك بنكون إحنا انتهينا من هذا الشبطر إلى خامس وإن شاء الله نبدأ في الشبطر السادس لكن الآن نتوقف وإلى أن نلقاكم في الشبطر السادس نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه